أستطاع هؤلاء الطلاب من ابتكار آلات ومعدات صغيرة تعمل عبر تخزين الهواء كتعويضا عن الخدمات التي حرموا منها فما قام فيه اليوم هو يعطينا أمل بأن لا سيكون هناك علماء قادمون إن شاء الله من الشعيب فمن أجل هؤلاء أقمت إدارة التربية بمديرية الشعيب وبدعم من أبنائها المغتربين بالمهجر حفلا تكريميا وخطابيا في ختم المسابقات الفكرية والعلمية والإبداعية والتي أقمت بين 37 مدرسة من مدارس المديرية استمرت لأكثر من شهر نعملنا على فريق متكامل لخلال لجانة إشرافية لجانة تحكيم لجانة الرقابة لجانة تطبيب لجانة مالية اهتمام من قبل المعلمين وإدارات المدارس لإعادة العملية التربوية إلى مسارها الصحيح محاربة الغش وكذلك الألفة والتقارب والتعارب فيما بين جميع مدارس الشعيح وفي ختام الحفل كرم مدير مكتب التربية بالظالع المعلمين والطلاب المبدعين من مختلف المدارس كما تم تكريم مدرسة الشهيد العبادي ومنحها لقب المدرسة النموذية على مستوى المدرية هذا التكريم يسهم بشكل كبير في تشجيع الطلاب المبدعين على تطبيق ابتكاراتهم على أرض الواقع بما يخدم وطنهم ويساعدهم على تقدمهم في جميع المجالات تفعيل أداء العملية التعليمية والتربوية وإن عاش الجمود لدى طلاب المدارس هو الهدف الرئيسي من إقامة هذا الحراك العلمي التربوي محمد المريسي قناة بلقيس من مديرية الشعيب محافظة الضالع